هو بالنسبة له هو ما رسمهاش زي ما قال العصام ان فيه بيزيك او فيه اه وقت او فيه لو حصل كذا يبقى حيبها كذا. يبقى هو كان مديني من شهرين. كل الاحتمالات. كان مديني من شهرين يا اسلام الخلاص اللي انا حامش عليه. تحالة نقعد نتكلم في ده دلوقتي. والديد تايم محتوط وكل حاجة محتوطة. يعني انت عارف ان زي ماك لو وصل للفاينال ولزي اهل يوصل الفاينال هيبقى الوضع ده اللي انتو هتلعبوه كذا. يبقى فيه مشاكل. ما يصحش سنة عشرين تسعتاشر وبلدنا بتتطور وحاجة تفرح. ما تجيش اللي الكرة يا اللي محلك سير. ونقعد بقى نقول لهم انه في انجلترا بيحسبوا في الارصاد الجوية يوم نهاية الكاز. درجة الحرارة كام. ها مندوب الملكة او الملكة لو ويسلم يجيب معاشر مسايا ولا لا. مش ما اقول يعني. طيب خلينا برضو نرجع لكابتل خالد مهدي وخدوا بقى لحضراتكم. كابتل خالد انا يعني بتابع كل التصريحات وكل الناس الحقيقة خلال السنة كلها كان من الناس اللي دايما بتطالب بعدم التوقفات الكثيرة وتطالب بانتهاء الدوري سريعا. فخلينا ناخد رأيه برضو في هذا الموضوع كابتل خالد. كابتل الاسلام ما عليش انا. لا لا ولا يهمك. اولا عايزين نعرف رأي حضرتك في موضوع المؤجلات وكل ذلك. رأيان ا انا يمكن من شهر ونصر والحركة ما هو في سنتابع انا كنت بقعاني من حشة التوقفات الكثيرة دي جئ. وان احنا. واثرت بشكل سلبي على الانتاج الحقيقي. على الانتاج اكثر الفرق اللي اختارت عليها كمان. انا اتأثر ان ينات تأخذ الانتاج بتاعي كمان. رح بطرة افريقيا وبعد كده انا بايه اتحايل عن الشيء ان انا налعب عن صور. معين انا المبصول وثرلي استاذ ان انا نالعب عليها. انا متوفر ليست. انا ما ضفر ليش انا بنتحايل مع مع الناس انا اكلم كلان وا كلمتها تبالعب الخاص ده. لأ النهاردة بكرة السرطة ده نهاردة في الشرطة. فكل الكلام تأثر علينا وعمل معنا بجامل كده. حاجة ثانية ازاي انا يبقى عندي فرقة متعاقد معها في العقد بتاعها تلاتين ستة. نعم. عقد بتاعه ينسى هلاتين ستة. نعم. انا بعد تلاتين ستة. هجيط لعيد للعب معها ازاي لو هو افريق. ده الكلام اللي احنا عملين نغني فيه بالصبح. هو هو نفس الكلام والله يا بتخيل. يعني. يعني حضرتك مع. ما هو بالزبط ما هو العشان كده جاي بكل ال او حاول نجي. يعني طبعا لانه يعني حضرتك معا ان الدول يخلص قبل بداية كاس الامر. اجبت ان انا المفروض بعد خمستاشر يوم من اخر مباراة. من اخر مباراة. نبعد لاتحاد الكرة. فاقول اللاعبة ديت يا جماعة. انا دي يا مهل ان انا مش عاوزهم. مش محتاجهم معاي. تمام. انا هقعد اللاعبة دي تقبط. تقبط. شهرين كمان. ها. ولعيب لو جاي لاعارة. هل وانا مطش بعد كاس. كلزة الاعارة ولا لا? اه. هيلعب معي المطش ولا هيلعب فيها. اه. ما ما القصة القصة برضو لاحيا مش مش متضبطة. وانا انا المقصود ان انا بلغ بعد اخر يوم زي مرتبك ان انا اقول اللاعب ده معايا ولا مش معايا. بالزبط كده. فانت عندك بقى لو كده ممكن تستنى لو انت تأجل لك مطش بعد كاس الامر فانت هتستنى خمسة وخمسين يوم. هتدي مرتبات. وحتدي اه اكله. هتدي شربه. هتدي اه مواصلات. وحتدي. ومش هتعرف تنعي اه ومش هتعرف تنعي اعارتك. لازم هتكمل. تعمل معاصرات ازاي? وتتفق على معاصر الجديد ازاي? وتتفق على لعبة لعبة منين تكمل معاك? ولو انا هكلم انت هي. هكلم انت هي اخد منها لعبة عارس دي وانا مش عارف يعني الموضوع الموضوع مش مناطش يتجاعد بس وخلاص. اه. الكلام ذا يعني من من شهوب من شهرين اتنين وانا. انا بقول لحيك انا دايما متابعة التصريحات بلاقي تصريحات حضرتك دايما في هذا الاتجاه. ولكن بس كابتنسان. طول ما هو اه اه طول ما ما في اتجاه واحد اللي بتكلم ما حد يخيصها. الاندية لا حقوق. بربو عليك يا كابتك. جملة مهمة جدا. بربو عليك يا كابتك خالد. احنا كاندية احنا بتعتبر اندية معلش يعني شيء اندية كثيرة لا احترام او بتتأجدها الماضي بتتلفوه. احنا بيتأجدها الماضي من غير ما بنعرف. مهم. وبقى بحاجة الفونت وبدافع فروسه وبتأجل الماضي انت ماضيك بيتبعد لي ورقة حتى بتصوص عليه بتتلفوه. نعم. يعني يعني اه طبعا الكلام ده اه يعني انا لازم اللي حاجة اللي بتتماثرها فينا ان احنا لازم برضو نعامل ان احنا نادي دوري ممتاز. احنا نجاح المنطوبة كلها. ان احنا نبقى موجودين. احنا انا مش موجودين الاقل هيلاعب مين. الزمارة هيلاعب مين. اه. اه. الفرق الكبير هيلاعب مين. صح. مضبوط لا خصوصا انتوا عاملين كنتوا عاملين في على الاقل في بداية الدوري حالة مختلفة يعني اه. ولكن هي هي انا عارف بجلة المتابعة. الله يكون فعونهم برضو. هو مصب استثنائي. ولكن برضو لازم استثنائي. بس استثنائي في كل حاجة بقى. استثنائي في كل حاجة ان احنا خلاص. انا مجيش الاعب 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 ناك في اربع مصدات او خمس مصدات. واجي احمل الفرق الصغيرة الهم يعني. نعم. طيب يعني انت حرك مع نهاية الدوري قبل بداية اه كأس الامرة. نعم. والله الاندية الكبيرة سيدة بتحمل الاندية الصغيرة. الاندية ديت. احنا لدينا ميزانية محددة. لدينا ميزانية محددة. لو سادت الميزانية هجيب بلوت منين. ايه الدخلة هيجي منين. تليك تردات وليك مصروفات. ايه في الثاو دي? هجيب منين? هتقول للاعب مش اقفلك. طب هو قاعد يتصرر لي. انا النهاردة ما جلت فيها هتتوقع عليه. لا ما عايز اعرف اللعب. تمام. ينتهي عقده معاه في اه. طيب كابتن خالد بس السؤال من الكابتن شريف عبد المنعم. اه على ان اللعب عندما ينتهي تعاقده. اه بيبقى في اه في نهاية الموسم بعد الموتشات كلها او في المعادة مثلا خمرتاشر ستة. يعنيها ببيل انت مسلا. انت عندك اه عندك عقد مع حتى مع المدير الفتي مع كابتب مختار مسلا يعني. هتجدد معاهي. لو انت عندك عقد مع كابتب مختار مختار? العقده بنتهي مع نهاية الموسم الرياضي او لا في يوم معين؟ لا ما في علامة معنها بالزبط. طيب يعني Tiffany انت عندك عقد مع مثلا كابتل مختار مختار لغاية يوم تلاتين ستة. المنضوع تاني. وهتلعب لغاية اه اه او هتلعب يوم عشرين سبعة او اتنين وعشرين سبعة. هتعمله ايه? هو العقد هو العقد. هو العقد لعب في نهاية اخر مسلم زيادرة. بالمفروض. ولكن انا في العقد اللي في اتحاد الصورة العقدي بيستعمل لحد تلاتين ستة. نعم. لان احنا بدينا المسلم ما دلوقتي ده خليف بسنة. بنلعب. ده الكلام نعمل نعم. وما كانش في الحزبان حكاية ان احنا هناخد بطولة افريق يعني. انها تتطور. انا بشكرك شكرا جزيلا انا كابتل خالد على وجودك مع انا كابتل خالد اه مهدي المرش في العام على كرة القدر في نادي الانتاج الحالبي. وبالمناسبة برضو فيش حاجة اسمها اندية كبيرة واندية صغيرة في الموضوع ده. احنا عايزين العدالة للجميع. واحنا ليه نعمل كده? احنا عايزين العدالة للجميع لكل الاندية. وبالمناسبة نادي الاهلي لما بيتكلم.